السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في قناتكم ماجي ثم مرحبا بكم في سلسلاتنا الجديدة هذه السنة أجد فرق بين وبين اليوم سنرى الفرق بين ظاهرة الحيود ثم ما يسمى بظاهرة التبدد أو الوسط المبتت قبل ما نبدأ بسم الله بعدها ثم نرى جزء مهم جدا وهو العلاقة التي توجد بين الموجة الميكانيكية المتوالية ثم الموجة الميكانيكية الدورية كما تعلم جميع أن الموجة المتوالية تتميز بالمسافة D التي هي السرعة في دلتا T بمعنى أن المسافة التي تقتحها الموجة بسرعة V في المدة دلتا T إذن مقابل هذا D كنجيو تنصيبه أيضا مسافة كنسموها لندق بهذا الشكل أو كسابة مخشرفة بهذا الشكل إذن تشبر مثلا وهنا سنقول بأنها الدور المكاني الذي سنشرحه في السرعة V لماذا؟ لأننا سنخدمه في نفس الوسط ثم يقابل بها T علما أن T إقال أو 1 على N أو مثل الله بالتردد في هذه الحالة إذن الدور المكاني هي المسافة التي تقتحها الموجة في دور زماني 1 1 إذن هنا سنمشي 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 هنا بناس مثلا وهنا ونضر واحد الآن هنا وهنا وهنا ونضر واحد المسافة دي هنا مثلا دي خمسطاش سنتشمتر علما أن السؤال المطروح أول حاجة هي ما العلاقة التي توجد بين الأمضة وهي المسافة والد مسافة دي الموجة المتوال إذن الدور دي هي N F في لندن بهذا الشكل ثم لدينا دلتا T إذن هذه العلاقة التي توجد هنا بمعنى أن ديت وشبار أكبر أكبر في سياق هنا آخر أكبر من الموجة الدورية أو تنقول بي أن الموجة المتوالية تم ضبطها لتصبحها دورية أو جزء منها دوري في هذه الحالة إذن D أكبر 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 هذه العلاقة الأصلية التي توجد بين الموجة المتوالية والموجة الدورية والتي سنجسدها هنا في هذا المثال عندنا أول حاجة دوق هات الخط وهات الخط اللي هم بارزين دوق تنقولوا بأن هاد النقط أو نقطتين تهتزين على توافق في الطور اللي غير رجعوا لها أبري نقطتين تهتزين على توافق في الطور بمعنى أنه إما نحو الأعلى بجوجيش أو نحو الأسفل بجوجيش لونك أبري غير نمشي هنا لهاد الواسط هنا إذن غير نأخذ هاد الابوان وغير نأخذ هاد الابوان آخر على بين هادا وهاد لنضا على جوج بين هادا وهاد سي لنضا نعم إذن النقطتين تهتزين على توافق في الطور بمعنى أن المسافة بينهما هي جوج أو لنضا على غير كم تهتزين عن نقط أو نقطتين تهتزين على تعاكس في الطور يعني إذا هاد الزين في تعاكس في الطور بمعنى وحدة الفوق وحدة التعش إذن سنجسدها في هذه الحالة نغطتين أكثر نعم إذن هنا ساعة عشانات على نفس هنا هنا وهنا سي لنضا نعم 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 هنا وهنا سي لنضا عن جوج إذن هذه هي تهزانة على توافق في الطور نحو الأعلى وهذه نحو الأعلى وهذه نحو الأسفل إذن لنضع على جوش إذن نجد غرجة أنا العام يعني كيف نستنتج الحركة أو نسمى بالحركة الإهزازية كيف نحددها هل هي على توافق في الطور أم على تعاكس في الطور إذن تعطينا سم مثل الجوش ناقص سم ناقص سم جوج سم مثالنا عرفنا ام اى وكم ام جوج عشية من هاد القابيل معنى المسافة بين ام جوج و ام اى انطلاقا من اس إذن تسوي ام لنضا بمعنى إذا انت تنشامي الآن عندنا هاد الحالة تهزانة في التوافق في الطور اذا كانt N تشامل الى N لذا لدينا توجد طريقة نقطة تفتزان على تعاكس في الطاوب رأى كلها يُسهل أن تشامل N مجان ويجعل نقطة 1 تقول أننا A و أم جوج تهتزان في توافق في الطار لأول مرة على غير كانت تساوي الجوج تقول بأن تهتزان على توافق في الطار أو في توافق في الطار لتاني مرة هذا يريد أن يمشحان وطني في هذه الحالة بمعنى أن المسافة سم جوج ناقص سم أ إذا كانت تهتزان في توافق على الطار لأول مرة بمعنى أن سم جوج ناقص سم أ يقال ألمضى إذا كانت تهتزان في توافق في الطار لتاني مرة معنى سم جوج ناقص سم أ يقال أجوج لنضى في هذه الحالة هذه الطريقة بشكل نشوف الحركة الإهتزازية لنقطتين أم أ وأم جوج إذن نرجع بابه كيف سأجسد هذه العملية حسابي هنا سنجد أن نخرج لنضى مطلب مننا أن نخرج لنضى ما ستساوي سنأخذ 15 سنتم المترجع ذلك 0 23 خمسة poly ماطعة خمسة مطلب من ديال 100 مترات يعني ديس بسانس موين دي دونك ما سنكشف 100 متر ليش باش ما نغلطش اسي في حساب السرعة دونك وحاولوها في دماغي او في الواسخ بهذا الشكل على السؤال المطروح دونك لنضع شو ما بغينا نخرجو طو التأخر الزماني وعلا اذن لغنا نخرجو التأخر الزماني ممكن نعرفه بالتعريف ان اس ام اقال اف في طو دونك بتشيلي طو كتسيلي اس ام على في علاقة اس ام في هذه الحالة شعال واحد جوش تلاشة اربعة بمعنى ان اس ام كتسيلي ربعة لنضع على وعلا اذن هنا ممكن نخرجو طو في هذه الحالة اذن هنا يتبين ان هناك علاقة وطيدة بين الموجودة المشوارية والموجودة الدولية في هذه الحالة انطلاقا هذه كانت البداية اذن الهدف من هنا النظر يجب ان يقوم تشاهد الاهرة الحيود اذا يقوم تشاهد الحيود اول حاجة لنا الشرطين شرط واحد وجود حاجز ماذا نعني بهذا الحاجز مثلا شق عرض شق وجود واحد شق يعشارض الموج ثم شرط جوج معنا أن أولندا أكبر ويساوي من ألو عشابار عرض الشق بمعناه عندهم نفس الوردر بجوجة تقريبا تتساوي مع بعض إذن هنا كسبلنا مسمى بظاهرة الحيوط هذه هي شروط لظاهرة الحيوط سأتساعدها وهو مطلب مننا في بعض الوطن ويساعدها بجوجة تقريبا نفس الوطن كنت نأخذ أس في هذا الشكل ونجيبه واحد عرض شق في هذه الحالة نأخذ هنا سأتساوي لندا تتميز بسرعة وتتميز بالتردد لذلك هذه تسمى الموجة الواردة بسرعة هنا لذلك تتميز الواردة على الشق إذا تحقق هذا الشرط لذلك يتغير التجاه فقط هذه العملية هنا بهذا الشكل هنا هنا ثم ترجع الواردة في هذه الحالة التي نجسدها هنا بعيدة على الشق واحد لذلك لندا نفسها نفس السرعة نفس آن بمعنى هنا الموجة المحيدة لذلك الموجة المحيدة لذلك الموجة لذلك تتميز لذلك أن الوسط لا تغير لا تغير الوسط لذلك السرعات تتعلق بالوسط إذا الوسط لا تغير لذلك ستبقى لذلك نفس نفس التردد بمعنى تحافظ على المميزات ديالها بمعنى أن مطلوب من نبار لذلك نخرج السرعة الموجة المحيدة ليسا سهلة جدا لذلك لا تغير السرعة بين الموجة الواردة والموجة المحيدة في هذه الحال إذا ما الذي يختلف بين الموجة المحيدة والموجة الواردة فقط فقط في هذه الاتجاه فقط الاتجاه هو الذي يسغير في هذه الحالة لذلك هنا اتجاه شعاعي وهنا اتجاه خطي أو الأفقي في هذه الحالة إذا في هذه الحالة ثاني حاجة هنا هو واحدة ملاحظة أنه عندما بعدت الموجة على الشق كلما كان ظاهرة الحيود أقل أهم لماذا؟ لذلك عندما سيرجع الاتجاه البلاصب وعندما لدينا نفس الخطوط التي تصبح غير مهمة هذه الظاهرة بالشكل الواضح الذي كان لدينا في الأول هنا لكي تكون قريبة لم يسمى ب أشق إذا هنا سنجد الكلام كلما ابتعدنا عن الشق كلما كانت ظاهرة أن الحيود أقل أهم أهم هذا أول شيء يمكن استنتاجها على الاستنتاج الثاني وهو مهم جداً إجري نعم الثاني لكي تكون رائعاً كما كان عرض الشق أصغير كلما كانش ضاهرش الحيود مهم بمعنى نغلطة ميشيل ديال شفنج مثلا شفنج او لحجينة او لحجينة هذا يجسد واحد صغر منه اذا لن تكون عرض حجينة مقرد بمعنى او لحجين 7 your او عودي صغر في الحياة يишьisin على المفت Centre كما تعمل كلما صغارتها كلما كانت ظاهرة الحيود مهمة هنا كلما كان كبر تكون أصغر في هذه الحالة إذن ظاهرة الحيود تتميز أول حاجة بحفاظها على لندا ثم الصرعة في هذه الحالة ثم لا تحافظ على الاتجاه بين الموجة المحيدة والموجة الواردة في هذه الحالة إذا لم يكن لدينا لندا إذا كانت لندا الصغارة ويسرية ومنقى بمعنى أنه لا يسمى بظاهرة الحيود فكيبقى الاتجاه نفسه لا يستغير أو لا يستغير لندا الظاهرة الآن إلى آخر لذلك هذا ما يسمى بظاهرة الحيود إذا سوف ندوز الموسمة بوسط مبدد إذا سوف ندوز الموسمة بوسط مبدد إذا سوف ندوز الموسمة بوسط مبدد إذا سوف ندوز الموسمة بسرعة لها علاقة بالتردد أو تتعلق بالتردد والتردد عبارة عن ما يسمى بخاصية من خاصيات الوسط خاصية من خاصيات الوسط يعني هنا لا نغير الوسط قدر ما نغير التردد مثلا عدنا أعنطانة إلى العشرين ومشاري خمسين مسلا إذا الموسمة بإذا سوف ندوز الموسمة بوسط مبط ومشارينا بسرعة V إقال 0.5m على السوند على الرمضة 0.5 cm أو 0.5 10 puissance أو 2 m Voilà هذا أفضل هذا أفضل 1 1 2 3 4 5 5 5 ولمدا أصبحت تلاشة في هذه الحالة تقول خرج V' هنا لا يتم متغيير من يسمى بالوسط في هذه الحالة لذلك نخرج V' من شاء الله نعلم V' هي سناسب عكسياً مع N بمعنى أن N زادش بمعنى أن V' لدينا 1.5 متر على الصغم هنا تقول ماذا تستمتج أو بصريح العبارة هل الوسط مبدد أم لا إذن ترجي تقولي بأن V تخالف V' و V هي بدللات N وتخالف V' لبدللات جوج N أو N فتحة بمعنى أن V تتعلق بالتردد إذن الوسط مبدد وفي هذه الحالة إلا بقى عندنا نفس الوسط إذن منك تشابه نوعاً ما وسأشير إلى هذه الملاحظة قبل إنهاء هذا أو ما يسمى بالفيديو الآن نتسأل هل إذا غيرنا الوسط إذا غيرنا الوسط سنرى شكل آخر الآن نتسأل هلال؟ الآن غرشة ليس لدينا عدنا الهواء والا دونك عدنا في دولار مجالا تلتشمائة واربعين متر على السوقن دونك عدنا لاندار جيناو الى اخيره دونك كما جينا في بلاسة الهواء اعطينا واحد الغاز اخر هنا غاز اخر بمعنى غيرنا السرعة يعني مثلا في غاز تساوي مثلا لا اعرف انا ميشين وخمسين مجال متر على السوقن اذا هنا في هذه الحالة سنتكلم ان عدنا في جي تخالف في دي لار هل ممكن هنا نتكلم عن وسط مبتد نعم هنا وسط مبتد لماذا؟ هنا سؤال وسط مبتد لماذا؟ بمعنى ان عدنا الغاز وعدنا الغاز اخر بمعنى ان عدنا الغاز وعدنا الغاز لا يمكن هنا ان نستنتج شيئا اخر اذا هنا وسط مبتد ماشي مشكلة اذا حيضنا الغاز نستنتج شيئا اخر بمعنى ان عدنا الغاز او الماء نستنتج شيئا اخر بمعنى ان اخر استنتج شيئا اخر بمعنى ان يمكن المقارنة بالنعنى المقارنة سيدجا عندنا V صلب أكبر من V غاز بلتو لكيد أكبر من V غاز الشيء الذي لا يتوفر في المجال الأول كان عنده غاز غاز لا يمكن أن أستنتج في هذه الحالة إذن هنا غالبوني بأن V ج هي أكبر من V ديال لغة إذن ما هذا استنتج هنا في هذه الحالة كان قولي بأن V ديال هنا ديال لغة على V هنا كان قولي بأن الوسط المائي سريع أو أسرع من الوسط ديال الهواء كما شفنا في السلسلات السابقة بمعنى أن تاي ديال لغة تكون أقل من تاي ديال الهواء هو اللي شفنا أن ديال لغة موجة مشويلية في وسط واحد أو في وسطين مختلفة إذن أتمنى أن تكونوا فرقتوا بين ظاهرة الحيود والوسط المبديد أو ظاهرة الوسط المبديد ثم العلاقة بين الموجات المشويلية والموجات الدولية العلاقة بينهما وشكرا على الانتباه